لدى استقبال سموه لوفد تجاري من كولومبيا أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تحرص على التقارب مع جميع دول العالم وأن لقطاع الأعمال دورا بارزا في التقريب بين الدول فالبعد الجغرافي تلاشى اليوم أمام التقارب التجاري فيما أكد الوفد الكولومبي أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد حقق الكثير لمملكة البحرين على صعيد التنمية الاقتصادية والتجارية ويجب أن تكون تجربة سموه الناجحة في مجال التنمية مثالا يحتذا عالميا هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل وفدهن من رجال وسيدات الأعمال من كولومبيا بمناسبة زيارتهم للبلاد وخلال اللقاء أكد سموه على أهمية التعاون الدولي لضمان أن يسير التعاون التجاري وفق الخط المرسوم له خاصة في ظل التحديات والمخاطر التي بات يشكلها الإرهاب التي أصبحت تشكل تهديدا واضحا للتنمية الاقتصادية وحائلا أمام التقارب بين الشعوب وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العالم اليوم بدأ يدرك أهمية التعاون في خضم الخطر الذي يطل برأسه على مستقبل التنمية في الدول وعلى أمن وشعوبها والسقرارها وأشار سموه إلى أن البحرين تحرص على أن تمد يدها بالتعاون لجميع دول العالم التي تبادلها الرغبة في العمل من أجل مستقبل مشرقا للتنمية والزهار لافتا سموه إلى سعي الحكومة إلى المضي في خطوات التنمية وتعزيز عناصر الجذب في البيئة الاقتصادية البحرينية تمهيدا لتعاون أكثر وثاقة على كافة الصعود الإقليمية والدولية هذا وقد عرب الوفد التجاري الكولومبي عن عجبه بمظاهر النهضة والتطور التي تشهدها البحرين والتي تعكس نجاح البرامج الحكومية التنموية ترجمة نانسي قنقر